السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله إخواني وخواتي المشاهدين والمشاهدات الصائمين القائمين أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم قبول الأعمال أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها بقبول حسن إنه ولي ذلك والقادر علي رمضان فرصة للاهتمام بأمر قد يغفل عنه كثير من الناس وهي مسألة كان يحرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث أضف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره وحديث عظيم وخطير في نفس الوقت نبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن كررها ثلاثا قيل من يا رسول الله خاب وخسر قال من لا يأمن جاره بوائق فرصة في رمضان أن تقوي علاقتك بجيرانك جيرانك اللي يمكن في أحيان كثيرة غفلت عنهم قطعت تواصل بينهم وهو في جدارك وبجانب منزلك وقد تراه كل يوم احرص دعه لتناول الإفطار معك أو للسحور ذهبوا المسجد مع بعض اسأل عن أحواله عن ظروفه حتى تدخل الفرح والسرور عليه وتكسب في ذلك الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى موفقين ومسددين وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة